السلام عليكم و مرحبا بكم حبيباتي الغاليات نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم كيما أودكم ديما نبدأ وكلمنا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم واليوم حبيباتي الغاليات جبتلكم فيديو جديد رح نشارك معكم افضل كنت عربت عليه احماتي يعني و خاصة احماتي كنت تتوحم وتتوحمتها عشوي يعني تتوحمت على زج حويج الحاجة الأول واللي هي بيتزا والحاجة الثانية واللي هو شو قلت الله ما خليه في خاطرها قلت بنهار الويكند بنهار الجمعة ندو كامل اشوات تعنا وباللحم والحاجة اللي كتبار بي و نخرجوه في كاش بلاصة نشوه و يعني و تبرد قلبها مي للاسف في اخر لحظة منين جينا على حين يعني صاي وجدنا و روحنا و كامل شفنا الجو شوية ام غيم يعني بدات شوية النو و تطيح و كامل بس كو هذ اليومين رعدنا حالة البرد ماذا بيكل واحدة تقولنا الكليما كيفاش رعا عندهم يعني غير شفنا النو كامل و قلنا باين بلي منهار ما هوش تعيش شوه بس كو تعرفوا البلد نهارش تعيش شوه لازم له تكون شميسة و يكون الجو ربيعي المهم حبيباتي الغاليات كي ما كنتشوفو هنا عاودنا كامل ام يلينا يعني رجعنا درنا المجمار غير في واحد الحويش هكا اصغير عدنا هو نفس الحويش اللي نذبحو فيه المهم لبنات اش درنا المجمار درنا شوية بدا تعجو سيت شوي رحت انا الكوزينة هنا ثاني كوجدت اسلاطة كي ما كنتشوفو درت اسلاطة عادية لولا درت فيها اسلاطة غير ورقب شوية زيتون والسلاطة الثانية اللي حبوها بزاف درشيخي واللي هي هذي تعال الباطاطا مع البصل والطوماتيش هما يقولها الطوماتيس مع الزيتون يعني هنا درت هذو ربع طباسة وبالنسبة لهذه الطباسة الصغار درت فيهم المايونز مع المطارد يعني خلطهم و درتهم في هذو الطباسة يعني المطارد مع المايونز جي بزاف شاب باس يخطوه في الفشوة اهنا ثاني كما كنتشوفو راني نقلي في الباطاطا ممكين هذك الجيران يحن دي في فلفخي جيدا يعني شوفو البنات هذو صور حكود كامل موجدتهم يعني على اساس باش نروحوا برا مي مكتبتش بالنسبة للكسكاس والقدرة ليني ديرتو من دير فيهم الطعام باس كو حمات يعني كونا عرضناها في اخر لحظة جابت تفطورها اوجات يعني مكتش دير حسب كامل بليتش مي امنين عاودنا قانيلينا او درنا الفطور في الدار قولنا تجي تفطر معانايا ولا جابت طعامها بجاجها بكامل اسوالحة المهم حبيبيتي الغاليات اهنا عجوزتي كملت شوة وليت انا ثاني قدرت البينيكي غاتل السلاطة عدرت هذك الطعام في الطبسي وغير الطابلة انسقمها ونشارك معاكم الطاويلة اللي كنت عرضت عليها احماتاتي وبالاخص احماتي اللي كانت تتوحم وقلكم ادعو لها ربي يكمل لها الحملة تاحة وربي يرزق كل محروم الذرية الصالحة ياربي يرزق كل محروم الذرية ياربي نقول لك يا عمر حجرك وفي اقرب وقت ياربي قالوا مهم حبيبيتي الغاليات وهنا بالنسبة للطابلة تاي كما قم تشوفوا يعني درنا هنا يا مرقاز كفتا مام ادجاج هاكا في اللي بغوشات وكاين اللي مخصو تاع الدجاج درناهم هاكا لي مخصو ديه عاكتهم شواتهم عجوزتي وثاني كما قم تشوفوا يعني شاركت معكم كامل اسلاطة منفلفلة وطماطي شاركات عجوزتي شواتها نقيناها بركة وهذه هي الطعب اللي بين سيغل الاطفال كامل درنا لهم دي ساندويتش وحنا الكبار اكلينها في الطباسة والله هم ديمها نعمة واحفظها من الزوال واللي تكون توحم نقول لك شاهيتك في الجنة دو كان يعافة كامل البنات تقولولي وش بيك اس يلا فواتاك رهات بنقا ما كيش مليحة شوفوا البنات راني نفطن في ولدي يعني راني نحبسلو فالريضاعة صدقوني لاراني كاملة نكاملة نكامل مخرقباني يعني ندلكم في المونتاج والله لعيني يرهم يتغمضو المهم حبيباتي الغاليات اللي ها مهتمة بالأمر كيفاش افطمت ولدي يعني وجدرتو كامل تخليلي في التعليقات وان شاء الله ندلكم فيديو يعني اذا صدقين بزاف نسبة مهتمة ندلكم فيديو سبيسيال المهم حبيباتي من بعد غير تغدينا بينش يغسلنا لما عدل من بعد كامل يعني قبل لعصر غير بشوية نافت حماتي هنا قتلي اسيا ندير المبسس وكاملة شوفي انت ديري المبسس وانا يعطيني شوية من المبسس نديرو ارفيس يعني بالنسبة للرفيس نديرو غير المبسس وتمر والزبطة يعني كيما كان الحال هنا شوفوا البلات عندها واحد المبسس هذي حماتي ولا اروع شوفوا المبسس تها يجي بزاف شباب قتلك السر في المبسس باش يجي شباب يعني تبدأ تبسس فيه امليح قتلك يتكون يمبسس فيها امليح ما يلغي قاعد زيديلو الماء مئة رح يبقى يتفتت اهنا كيما كنت شوفوا دارت كمية عسمية دارت لها الزيت مع الزبطة وبدأت تدخل في هذك الخاليط زيت مع الزبطة في هذك السميد قلتلي يعني لازم يتخدم حبه بحبه يعني يتبسس حبه بحبه المهم حبيباتي الغاليات من بعد جابت الماء باش تبدأ ترشوا بالنسبة للماء كدرت فيه شوية مظهر يعني باش يعطي البنة ولنقلكم الريحة في هذك المبسس بارك اللبنة ديما كيديرو المبسس تاعكم متكثرولوش بزيف الماء يعني يرشوا بهذه الطريقة يعني يرشوا غير بشوية وبدأوا اللمو غير تشوفوا العجينة بتاعكم اتلمت حبس يعني متكثرولوش الماء باش ميديرش هذك الطابقة كيد طيبو يعني طابقة ملفوق تشي قاسحة وميجي شي تفتت اهنا كيما كم تشوفوا بعد ملمت كامل العجينة رايح تقسمها على ثنين يعني نص باش انتيرو رفيس ونص ثانية رح تقطعو باش انتيرو غير مبسسس وبالنسبة لاتاي كتعجوزتي هي اللي وجداته غير نحت شوية يعني والمجمر ولا نقولكم لفحم كان مازال شاعل خلطت لاتاي ودرتو على هذك الجمر يعني حتى طفع عليه بس كو شوفوا لاتاي تاع الجمر يجيب الزافة بنين وهنا حبيبتي الغاليات بالنسبة لنبسسرانة انطيبو فيه يعني النص اللي تحطو غير مع لاتاي وبالنسبة لكمية اللي دارتها اللي باش نديرها رفيس دي جاهنا راهو وجدتها اللي هنا حان عطيكم فكرة صغيرة عرفيس شوفوا البنجحة نحب هذي اللمه هكا ك يكون انا وحما تاتي واحدة تغسر في الماعن واحدة طيب واحدة صدقوني واحدة الاجواء ولا ارواح وهنا اللي بنات نعطيكم فكرة على رفيس يعني كي اللي يديروه بنفس طريقة يعني كل واحد والطريقة تاعه بالنسبة لتاعبو هارا ما يديروش كما تاعنا اه يديرو التمر مع المبسس و التمر هذك يحطروه يعني يديرو له الزبدة يديرو له مازهر ويعجنو هذا مكان غير تمر مع المبسس بلا ما يديرو تهان محنايين لا بالنسبة لتمر نستعملو هذاك تعال تاع الغرس نقوه كامل من بعد لبنات نديروه في القصعاء اه اذا كان جديد يديري اكتموه اذا كان قديم من احسن تفوره من بعد نزيدوه هذك المبسس ونحاولو ندقوه المرة الاولى غير ندقوه وشوفوا المبسس كامل تفتت نبدو نزيدولو في الدهان غير بشوي يعني انا بهذا الطريقة نقدموه وماذا بيكل واحدة تقولي في بلادهم وش يقولولو بالنسبة لتعبو هارا يقولولو المعكا واحنا نقولولو الورفيس وصحاب الشرق وش تقولو له لهذا الرفيس المهم حبيباتي كما قمتشوفو حاولت نعجنو امليح من بعد غير شوفت بدا الخالي تاعي جانس بديت نزيد في الدهان ولا في الزبدة شوفو بالنسبة للزبدة يعني ديرو وعجنو ديرو وعجنو حتى تشوفو الزبدة كامل دخلت في هذك الرفيس ومام اللبنات تشوفو اللون تاعو تغير ثم ما احبسو وبيانسيو غراكم الدوقو اهنا كما قمتشوفو راني زيد في الزبدة غير بشوية حتى تحصلت على الرفيس كما راني حاباتو اهنا رح هنديرو كورة تغيرين يعني ت يحبو ديرو ديغة تمو في طبسي ما احنا الله يبارك العائلة راها كبيرة مع الاطفال وكامل قد كل واحد اندلو كورا احنا بديت انكور فيه وريح نوري لكم في الاخر يعني بعد من وجد كامل وش رح هنحطها معالاتي وهاوليكم حبيباتي هذك الرفيس وش نحكي لكم جاب بزاف ابنين مام هنا مكنت وجد شوية ميل فاي مبسس بالنسبة لهادو كلي تغسلات كتجبتهم احماتي مام طرنو كتجبتوا احماتي يعني بالنسبة لوش رح نحطهم معالاتي هذا مكان والله صد تقولوني لبنات المهم اللمه يعني ما كشكي ما اللمه اشربنا لاتي كامل كيف كيف قصرنا اضحكنا فوتناها بزاف شبه ومبعد كامل فلل بالنسبة للي حشا كوت قليته غير بيض بسكوسا يكوت اعيده كامل وبالنسبة لصهرة كنا قدرنا افلون يعني قد نزيد ونكملو صهرة تحنا بحاجة حلوة وبينسيو غيالي حا نكملكم بها لا فيديو بالنسبة لفلون هذا راني ندير هذاك تعلقار عمال يعني شوفو نديرو بشكارة حليب كنت شاركتكم الوصفة ما مقبل ندير شكارة حليب ندير فيها باطا فلون هذا كارامل وندير معها زوج مايزيناء وربعة سكر ونخلط بعد غير يبدأ يغلى نزيد لوق مغرف زبدة صدقوني لبنات تجي في واحد البناء ولا ارواح يعني ما تحسوش كامل باللي فلون تحسوها تحلية اه بالنسبة للكارامل محبيت نديرها ملتحت ابسكو كامل متبانش قد نديرها ملفوقة ونجيب هذو الكوريات تاع القوفرات يعني هذو ما مهمش اللي يتغزغزو يعني هذو ما جايين بزاف طريين اه نزين ب هون ملفوقة يعني تزين اخفيف اه تاع صهراء عائلية ماشي تاع ضياف ولا المهم حبيباتي الغاليات وهذا هو كامل روتيني تاع انهار يوم يعني تاع انهار الجمعة وهنا حبيباتي الغاليات وصلنا الاخر الفيديو ولكم ان شاء الله حبيباتي الغاليات الفيديو كان نعجبكم ان شاء الله ما كنتش تدقل عليكم لأول مرة تشوف قناتي ماذا بيدير ابونيو تفعل جرس ومشتركاتي حبيباتي الغاليات ولكم ما تنسو الجام وكومونت تاقص تقوني راني نعيب السف على هذا الفيديو ك كما اليوم راني عيانة ومانيش قادة مان بان نفتح عينيها بس حقوتت راني ملفة حبيباتي كل انهار بعد انهار ان نطلع عليهم لازم دي لهم فيديو كانت الله اخفيفة ونشاركهم بنهاري كامل كيفاش فات وهنا راح ندعي لكم هذيك الدعوة اللي ديما ندعي لكم من قلبي واللي هي نقول لك يا لي ما زال ربي ما زال مرزقش بالذرية نقول لك ربي عمار حجرك في اقرب وقت يا ربي والدعوة من القلب لك هذه المرة تكون مقبولة كل واحدة راه تشوفوا الفيديو ربي ما زال مرز ونطلع لك يا رب يحب الحجرك واللي مغبونة بالسكنة نقول لك ربي يفرج عليك ان شاء الله واللي ركي حب الخدمة نقول لك ربي يعطيك الخدمة اللي ركي متمنيتها يا رب ونختموها بلي حابة تتزوج ربي يعطيك بالنصص ترام ما تنسي لي الجام والكومونتاق تروا لي في روحكم سلام سلام